يهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من خليجي وعام جديد نبدأ فيه الاستفتاحية بالحديث عن دورة كأس أمم آسيا القادمة ومشاركة المنتخبات الخليجية في البطولة أهلا بكم إلى العنامون كأس آسيا تعود مجددا إلى قطر بصمة المنتخبات الخليجية في البطولة السعودية تبحث عن اللقب الرابع وعمان تتطلع لفتح صفحة جديدة أهلا بكم في الأيام القادمة ستستضيف قطر دورة كأس أمم آسيا في نسختها الثامنة عشر والتي تأتي للمرة الثالثة في تاريخ دولة قطر لتصبح أكثر بلد نظم كأس أمم آسيا قطر لما نظمت كأس آسيا للمرة الأولى عام 1988 كانت في ملعبين بمشاركة عشر منتخبات حتى توزعت على فندقين في الدوحة في تلك البدايات التي نقلت الكرة القطرية إلى مراحل أخرى على مستوى الاستضافة في البطولة الثانية في العام 2011 التي استضافتها قطر أتت بعد سنة من فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم فكانت رسالة للجميع لقدرات قطر الاستثنائية على تنظيم البطولة أقيمت في خمسة ملاعب بمشاركة ستة عشر منتخبا فازت في تلك البطولة اليابان في البطولة الحالية تقام البطولة في سبع ملاعب منديالية بعد أن أقيم منديال العمر بحضور 24 منتخبا متوقعين بأنه شاهد منافسة استثنائية في ملاعب منديالية بحضور جماهني كبير البطولة التي انطلقت في العام 1956 باستضافة هونغ كونغ نجحت من خلالها كورة جنوبية بالفوز في نسختها الأولى تطل من خلال هذه البطولة تاجكستان للمرة الأولى والمنتخب 35 في تاريخ المشاركات في هذه البطولة التي ابتدأت في العام 1956 منافسة كبيرة منتظرة من المنتخبات الآسيوية خاصة بحضور قوي من اليابان البطل الأكثر تتويجا بأربعة ألقاب وكورة جنوبية البطلة في نسختين وإيران البطلة في ثلاث مناسبات مع وجود المنتخبات العربية مثل المنتخب السعودي بطل بطولة في ثلاث مناسبات ومنتخبي العراق ببطولة واحدة والعنابي حامل لقب هذه البطولة مع غياب مؤثر بالتأكيد للمنتخب الكويتي بطل نسخة العام 1980 تمنى أن نشاهد بطولة مميزة في الملاعب القطري منتخبات الخليج وهذه البطولة تاريخيا لم تظهر إلا ابتداء من العام 1972 بظهور منتخبي الكويت والعراق في النسخة التالية في العام 1976 وصلت الكويت للمباراة النهائية وخسرت أمام المنتخب الإيراني في العام 1980 استضافت الكويت البطولة للمرة الأولى في الوطن العربي ونجحت في تحقيق لقب هذه البطولة بقيادة المدرب البرازيلي كارلس البرتو بيريرا وكان أول لقب خليجي عربي تنجح المنتخبات الخليجية في حصادة عن طريق الأزرق الكويتي في البطولة التالة التي أقيمت في سنغافورة ظهرت السعودية للمرة الأولى ونجحت في تحقيق الفوز بلقب هذه البطولة وكررت ذلك في العام التالي في العام 1988 في قطر لتستضافة البطولة المرة الأولى وكان ثاني بلد عربي ينظم هذه البطولة غابت الألقاب عن العرب حتى عادت في الاستضافة الإماراتية الأولى في العام 1996 وكان نهائيا خليجيا عربيا خالصا بمواجهة بين السعودي والإمارات نجح من خلال المنتخب السعودي بالفوز بالبطولة للمرة الثالثة استضافت لبنان دورة العام 2000 لكن اليابان نجحت في الفوز بهذه البطولة غاب الخليجيون عن التتويج حتى أث العراق بمفاجأة رائعة بالفوز بالبطولة في العام 2007 بنائيا خليجيا خالص أيضا جمع العراق والسعودية وانتهى برأسية القائد يونس محمود غاب الخليجيون مرة أخرى ورغم استضافة قطر للبطولة في العام 2011 وبعد ذلك أتت الإمارات واستضافة البطولة في العام 2019 ونجح المنتخب القطري في المسابقة العاشرة في تسطير اسمه بطلا للنسخة الأخيرة لدورة كأس أمم آسا بتحقيق اللقب مع أرقام قياسية رائعة في البطولة الحالية الظهور الخليجي يعتمد على ست منتخبات مثل ما ذكرنا في الجزء الأول بغياب الكويت وأيضا بالتأكيد بغياب اليمن يسعى المنتخب السعودي مع مدربه روبرتو منشيني للظهور بشكل أفضل واستعادة اللقب تظهر البحرين مع المدرب بيتزي والإمارات مع المدرب باولو بنتو وعمان بظل الشكوك مع المدرب برانكو والعراق بمعنويات عالية مع المدرب كزاس والعنابي بمدربه الجديد بارتولوميو لبيز في محاولة منافسة المنتخبات الأسيوية القوية والفوز باللقب والحفاظ عليه خليجي فهل تنجح المنتخبات الخليجية في تحقيق ذلك؟ هذا فعلا ما نتمنى المنتخب السعودي قطر بالنسبة له أرض أحلامه فاز بلقب آسيا 1988 تأهل من هنا إلى منديال 1994 وتأهل من هنا إلى منديال 1998 وفاز ببطولة كأس العرب في العام 1998 أيضا ونجح في التألق في العديد المباراة آخرها الانتصار هنا في ملعب الوسيل على منتخب الأرجنتين في كأس العالم بهدفين مقابل هدف واحد يعود الأخضر إلى الدوحة وقد اشتاق كثيرا للفوز بكأس آسيا ومعه مدرب يفقه البطولات القارية والمدرب الإيطالي روبرتو منشيني الذي فاز مع الآد زوري بلقب كأس أموم أوروبا في العام 2020 المنتخب السعودي هذه المرة عند الكثير من المتغيرات ما بين سنة من كأس العالم حتى يومنا هذا روبرتو منشيني في التصفية أتى بعناصر جديدة والآن قام بعملية دمج بين العناصر الجديدة والعناصر القديمة من أجل الظهور بشكل أمثل في ملاعب قطر المنديالية ومحاولة معادلة رصيد اليابان بالفوز ببطولة كأس آسيا في أربع مناسبات سعودية تغيب عن اللقب هذا من عام 96 صحيح أنها وصلت إلى المباراة النهائية آخر مرة كانت في العام 2007 لكنها ومنذ ذلك الوقت لم تنجح في تحقيق الفوز بلقب هذا البطولة يأمل السعوديون في ظل الاعتراضات بسيطة على بعض الاستدعاءات أن يحققوا اللقب القالي مدفوعين بحضور جماهيري كبير يأتي من الأراضي السعودية القريبة لتجيع الأخضر السعودي بين أرضه وجمهوره في الملاعب القطرية تمنى الأخضر السعودي وبقية المنتخبات الخليجية كل النجاح نذهب للممثل الآخر منتخب عمان هو السعودي في مجموعة واحدة المجموعة السادسة معهم تايلند وقيد غستان من خلال هذه البطولة الظهور العماني تأخر كثيرا حتى العام 2004 بظهور مميز جدا لجيل جديد من اللاعبين بدر الميمني عماد الحوسني احمد كانو على الحبسي وغيرهم بقيادة المدرب ميلان ما تشلى في تلك الفترة أقصى مدى العمان تجاوز الدور الأول الدور الستة عشر في نسخة 2019 بالظهور الحالي هناك تخوف كبير في الشارع العماني سبق هذه البطولة خاصة للظهور المقلق في تصفيات كأس العالم 2026 الخسارة أمام قرقستان بهدف مقابل لا شيء لكنها في الودية الأخيرة أمام الصين أرسلت بعض رسائل الطمأنين للشارع العماني بالفوز بهدف مقابل لا شيء مع ذلك المخاوف كبيرة على منتخب المدر برانكو ومن برانكو ذات نفسه من خلال البطولة الحالية المنتخب العماني عنده ميزة أيضا مثل ميزة المنتخب السعودي وأنه يلعب أيضا في قطر تعتبر أرضه وبين جمهوره اللي راح يكون جمهور كبير يحضر مباريات هذه البطولة والحديث أكثر رحبوا معنا بعضو مبادرة المشجعين الخاصة بالبطولة الإعلام العماني المميز عمار الموسوي اللي كان عضو في هذه المبادرة في بطولات كأس العرب وكأس العالم أيضا رح يكون موجود في كأس آسيا عمار أهلا وسهلا بك معنا في خليجي من وين وين حدثنا عن هذه المبادرة حضورك في البطولات الماضية وحضوركم أيضا مع الجمهور العماني في البطولة القادمة بذن الله تعالى هنا في قطر نعم دكتور بالنسبة لي قالت شبكة مشجعين قطر لمونديال كأس العالم وكأس العرب وأيضا في كأس آسيا اللي طورت حقيقة وصار دمج بينها بينها وبين لجنة المؤثرين وأصبح مسماها شبكة قطر لقادة المشجعين والمؤثرين هذه الشبكة الجميلة اللي من خلالها حين نعمل إثارة ونزيد الحماس لدى الجماهير خلال كأس العرب كان لنا تجربة جميلة في كأس العالم تجربة أجمل وأجمل كأس سوفر لوسيل اليوم نعود مرة ثانية على مستوى قارة آسيا قادة المشجعين كان لهم زيارة في أغسطس وأيضا في ديسمبر حتى يحثوا الجمهور على شراء التذاكر ويعرفوهم بمختلف المناطق والفعاليات والمناشط وأرية الدخول لدولة قطر وأن الإجراءات جدا سهلة أكيد وطبيعي انتشر هذا الخبر بعد كأس العالم أن قطر أمورها جدا طيبة تحية كبيرة جدا للجنة المحلية المنظمة على جهودها مع قادة المشجعين بالتالي سيكون دورنا خلال البطولة نزيد الحماس ونطمن لجماهير قاجمة إلى قطر أن أموركم طيبة مع بطولة كأس أمام آسيا عمال حددنا عن توقعاتك للمنتخب العماني خاصة بعد الفوز الأخير في المباراة الودية على المنتخب الصيني نعم بالنسبة لحظوظ منتخبنا الوطني العماني الكل يتوقع أن عمان سيتأهل عن هذه المجموعة التي فيها كرقستان والدايرلند والسعودية برفقة المنتخب السعودي عاد هنا المنافسة بين منتخبنا والمنتخب السعودي على الصدارة والبعض يعتقد أن كرقستان سينافس منتخبنا لكن أنا أقول أن عمان جاي بقوة خصوصا شفتوا مباراتنا أمام الصين من خلال لقطات الأهداف الجميلة جدا التي أحرزها أرشد العلوي وكذلك محسن غساني وعندنا مباراة أيضا أمام الإمارات قبل البطولة بالتالي منتخبنا في هذه البطولة منطقيا والواقع مفترض يكون أقل شيء في ربع النهاي لأول مرة في تاريخ المنتخب العمان إن شاء الله بإذن الله تعالى سيكون في ربع النهاي وإنا مثل ما قلت كل جماهير عمان دائما متفاعدين في دولة نظر شكرا لك عزيزي عمار نورتنا في خليجة بنونون إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة نشوفك أيضا هنا في بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023 إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من خليجة منونون تكملت باقية المنتخبات الخليجة بإذن الله تعالى سنكون فيها معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إلى الملتقى